نظمت اليوم بالرباط الدورة الثالثة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت رئاسة رئيس الحكومة سيد سعد الدين العثماني الأمية اليوم باقي مشكل كبير في بلادنا ونحن الآن بصدد عدد النظار في الاستراتيجية التي كانت وفي المجلس الإدارة سننقش هذه القضية لكي ندقق هذه الاستراتيجية إما الآن في المجلس الإدارة أو وفق دراسة مستقبلية لأنه لدينا إرادة نشوفه كيف يكون التعاون الجميع المجلس إدارة في كل شيء ماشي في فقط السلطات الحكومية في جمعية مجتمع مدني في النقابات في متدخلين متعددين في خبراء اللي عندهم علاقة بالموضوع وبالتالي احنا نركز على ضرورة تعبئة وطنية للعمل لمحو الأمية في المغرب وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم حصيلة عمل الوكالة في مجال محاربة الأمية وأفاق عملها من أجل تقليص عدد الأميين الذين تراوح عددهم حسب إحصاء 2014 بين 8 ملايين و11 مليون نسمة نعلن أن نكتف كل الجهود ونطلب من المجتمع ومن الدولة بجميع مكوناتها لا الإدارية الحكومية ولا المنتخبة على مستوى الجهات وعلى مستوى الجماعات الترابية أن تعبئ كل الطاقة وأن تزيد في تحسيس المواطنين والمواطنين بهذا الموضوع وبآثاره السلبي على سير تقدم شعبنا في جميع الميادين لا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا الثقافية ولا حتى السياسية وأكد المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة تفعيل التعاون بين كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني وكذا النقابات من أجل تحقيق ما يتوخاه تصريح الحكومي بالوصول إلى 10% من المواطنين الأميين في أفق 2026